اشتركوا في القناة وداخل الولايات المتحدة وخارجها إضافة إلى رجالات الصحافة ووسائل أعلى من أمريكية وأجنبية وقد تخلنا الحفل تعريف للحضور بأهداف مركز الملك حمد للتعايش السلمي النابعة من رؤية وفلسفة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة في نشر وتعميم التجربة البحرينية في التعايش السلمي لتصبح نموذجا عالميا بما يعود بالنفع على كافة شعوب الأرض والحد من الصراعات ونبذ التطرف والكراهية كما تم استعراض أبرز ما يميز المجتمع البحريني من تسامح وتعايش سلمي وتآلف وويام بين كافة الأديان ومختلف العراق والجنسيات مدعومة بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة وبهذه المناسبة قال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس مناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي إن البحرين تسعى إلى نشر فكر جلالة الملك المفدة المستنير في أهمية إيصال التجربة البحرينية في التعايش والسلام إلى العالم فالبحرين تحت قيادة جلالة الملك وبالتشريعات والقوانين عادلة جعلت الحقوق والفرص متساوية أمام المواطنين من كل العراق والعقاد وعضف الشيخ خالد أن خطاب جلالة الملك المفدة من خلال وثيقة إعلان مملكة البحرين هو موجه لكافة البشرية في وقت تتصاعد فيه أبواق الكراهية العرقية والدينية إن إدارة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية تستضيف هذا اللقاء وهو أكبر حدث تستضيفه الإدارة على الإطلاق حيث أن الحريات الدينية هي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة والبحرين تواصل كونها مثالا يحتذا به في هذا المجال من خلال إعلان مملكة البحرين وإنشاء مركز الملك حمد التعايش السلمي والعام الماضي في ذات الحدث كان وزير خارجية مملكة البحرين أول متحدث من خارج الولايات المتحدة فالبحرين دوما سباقة في ذلك وهذه المؤتمرات هي رسالة لأنه التنوع الثقافي والديني هو أمر مطلوب وهذا الإعلان هو السبيل والطريق لحل الخلافات والانسجام مع كل المكونات وطبعا نتمنى أنه الدول الأخرى ودول المنطقة تحديدا أن تتجه نحو هذا الإعلان ويكون هناك إعلان عالمي بهذا المحتوى بهذا الشكل وليس فقط في البحرين ولكن الدول الأخرى لأن هذا هو الأساس الذي تطمح إليه كافة الشعوب لزرع الثقة بين كافة المجتمعات ترجمة نانسي قنقر